هذا وقد افتتح رئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني السويف عبر تقنية الفيديو كونفرس وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لقرية الستس الأمراء بالمحافظة وشاملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي مجمع مصانع رواد ومحطة معالجة مياه صرف صحي بمدينة بني السويف الجديدة وجامعة بني السويف الأهلية ومستشفى اهناسيا المركزية واستمع رئيس السيسي إلى شرح مفصل لهذه المشروعات التنموية